اشتركوا في القناة وحصول الفريق هذا العام على المركز الاول والثاني والثالث والخامس في بطولة العالم لسباقات السرعة دراك ريسينج بمدينة لاس فيغاس بولاية نيفادا الامريكية والتي تعد من اكبر السباقات والتحديات واكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة ان هذا الانجاز الكبير الذي حققه فريق بحرين وان جاء بفضل ما تحظى به رياضة سباق السيارات من دعم واهتمام متواصلين من جلالته رعاه الله مما يعكس المكانة المتقدمة لمملكة البحرين بين دول العالم ويؤكد جدارتها في تحقيق النجاح والفوز في هذه السباقات والتحديات العالمية واعتبر ان هذا الفوز اضافة الى رصيد الانجازات المشرفة التي تشهدها مملكة البحرين في ظل عهد جلالته الزاهر داعيا المولى سبحانه وتعالى ان يحفظ جلالته ويسدد على طريق الخير خطاه ويحقق في ظل قيادته الحكيمة المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين وشعبها الكريم وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية الى سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم اعرب فيها عن شكره وتقديره لسموه مشيدا بدور سموه وجهوده في تحقيق هذا الانجاز التاريخي لوطننا العزيز ومنوها بالجهد الكبير الذي بذله افراد فريق بحرين ون لسباق السيارات وروح الاسرار التي يتمتعون بها مما اهلهم لتحقيق هذه الانجازات المشرفة في هذه المطولة العالمية ومختلف المطولات الدولية متمنيا لهم التوفيق في المشاركات القادمة